ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر والدولية الراهنة والعالقة يبرز التآلف العميق بينهما داخل أرضية الشأن الاقتصادي وما يشهد مجاله من تبادل تجاريا هو الأكثر تناغما على المستوى الخليجي والعربي وحتى العالمي معطيات تمثل أمام المتتبع لها والمهتم بتفاصيلها تؤكد على عظم النجاحات التي ترافق آليات العمل الاقتصادي المشترك بين البحرين والسعودية سنة تلو الأخرى وكيفية تطويرها عبر خطط وبرامج تصب في صالح رفع نسب الصادرات والواردات بين المملكتين من خلال إقامة مشاريع صناعية مشتركة تتنوع بقطاعاتها ناهيك عن التوجه المستمر نحو التعريف بالفرص الاستثمارية في البلدين والعمل على تذليل جميع التحديات والمعوقات التي تواجه زيادة الاستثمارات ونمو التجارة البينية بين المملكتين بما يساهم في تحقيق تطلعات حكومتي البلدين وشعبيهم الشقيقين مؤشرات ودلائل رقمية كانت كفيلة في وضع مملكة البحرين بالمرتبة الثانية من بين دول مجلس التعاون من حيث حجم التبادل التجاري مع المملكة العربية السعودية والشريك الثاني عشر معها من بين دول العالم قاطبة في ظروف يشتد فيها وقع المنافسة على دخول الأسواق الكبيرة بعوائدها ومخرجاتها ففي العام 2018 شهد التبادل التجاري بين المنامة والرياض نمواً لافتاً بنسبة 24% إذ بلغ نحو ما يزيد على أربعة مليارات دينار بحريني بزيادة كبيرة عما كان عليه في العام 2017 حيث قدرت نسبة الصادرات السعودية إلى البحرين بثلاثة وثمانين في المائة لتبلغ نسبة الصادرات البحرينية إلى السعودية سبعة عشر في المائة الأمر الذي بشر بحدوث نقلة نوعية على بيئة الشراكة التجارية بينهما ما حقق فائضاً مالياً استقر في حسابات الناتج القومي لكل البلدين قنوات التعاون الاقتصادي بين البحرين والسعودية عديدة وجسر الملك فهد تحديداً لطالما لعب دوراً هاماً في تدفق الواردات والصادرات بين المملكتين والتي تتركز في مجملها على المنتجات المعدنية كالحديد الصلبي والألمنيوم إضافة إلى المنتجات الغذائية بأنواعها فضلاً عن مساهمات الشركات السعودية العاملة في البحرين والبحرينية العاملة في السعودية الكبيرة منها والمتوسطة وحتى الصغيرة التي أثبتت قدرتها في تفعيل أوجه الشراكة الاستثمارية بين الشقيقتين خصوصاً في قطاعات النفط والنقل والسياحة والمقاولات والخدمات اللوجستية وللمجيء إلى العام الحالي فإن العام 2020 كان شاهداً على اتساع رقعة التبادل التجاري غير النفطي بين البحرين والسعودية وتسجيل زيادة كبيرة في حجم التجارة على أساس سنوي ليتجاوز حاجز الملياري دولار خلال الثلاثة أرباع الأولى من هذا العام بدسبة ثلاثة وأربعين بالمئة وذلك لم يتأتى حسب معنيين لولا إجراءات تخفيف القيود المفروضة على عبور البضائع عبر جسر الملك فهد ذهاباً وإياباً من وإلى البحرين